قطع الأداء الوظيفي زي ما تفضلت ميزة التعليق الصوتي إنه إذا تملك من المعلق فهو يتمكن منه ما يقدر تعليق الصوتي الآن أصبح من المهمات والوظائف الحرة لصر المعلق الصوتي يقدر من مكانه ومن بيته ما يحتاج أنه يكون موظف في قطاع ما حتى يكون يأدي شغفه صحيح الآن أصبح من السهل جدا من البيت ممكن تعمل استوديو صغير وتمارس شغفك وأصبحت الأدوات المساعدة بموضوع التعليق الصوتي زي ما اتفضلت سواء المايكات والفلاتر هي متوفرة وبقدر أسجل تسجيل صوتي في أي مكان حتى الجوالات أصبحت فيها تقنيات عالية بقدر كمان أسجل من الجوال طيب هل في أوقات معينة لا يحب فيها التسجيل أستاذة سميرة أو أتجنب فيها التسجيل هو عموما المعلقة صوته دائما بيكون هو حريص أنه يوفر بيئة هادئة ما فيها أي ضوضاء أي إزعاج يعني هو يعني أريدي ما هيعلق على نص اللي هو عامل كل ترتيباته هدوء المكان مهم جدا يقطع أي صوت أي إزعاج يعني حتى تقطقت اللعاب بتزعجه يعني هو بتفادأ أشياء كثيرة عشان يطلع بنص أو مقطع صوتي نظيف جدا واضح يقدر يقدمه للناس وهو مستمتع مهم